السلام عليكم اخواني اخواتي اللي بس عليكم كنتم نشأل لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال تكون ان شاء الله صحة جيدة كالعادة دائمة معكم كل سوملي وان شاء الله هناك كما كتشوفو فغادي نشارك معكم هاد المقرمشات اولاد الخبز السويدي اللي كي جيزوينه بنين في هدا في نوصل الوقت لانه بدو كالزرار اللي فيه كي اعطوه واحد المطاق غزال بزاف وهكا كي يصلاح بنسبة الوليدات الناس اللي عندهم الوليدات سواء كي يكلوه دكا يعني دي كسقطة دي البرا وهكا كي يكون هادو من الاحسن هادو كي يصلاح هكاته بنسبة الكبار هكار كي يجوزوين في المطاق ديالهم كنتم منيني الاعجاب لكم ما دابين شاء الله ندوزو الطريقة والمقادر نايف كنا اخدو حد اينا اكا نديرو في واحد الكاس ديل كاس عنبه ديل الدقيق ديل الدرا ومن بعض غنضيف نسكاس ديل زنجلان ونضيف نسكاس ديل زرعة الخضراء او لزرعة القرعة هنا نسكاس ديل زرعة الكتن وهنا هنضيف نسكاس ديل البودور ديل نوار الشمس هنضيف هنا ربع كاس ديل حبوب شية ونضيف هنا شوية الملحة هنا غادي نخلط المكونات كلها مع بعضيه سمزيان فبنسبة لهادو كيجو زوين هكا كيكونوا هكا في الضار فاحتفل ما دا قدير ممكن ما سبقت لكم زوين هنا غادي نضيف معلقة ديال لكا سوناد او للسكر البني وغادي نضيف هنا يا ربع كاس ديال زيت زيت نباتية من بعد غا نخلط المكونات كلها مع بضية حتى غادي تلبس لي هدوك المكونات كلهم بدك الزيت وانا غادي نضيف المسخون صافي من بعد هنا غادي نخلطهم وغادي نخلي هنا حتى غادي تشرب لي هم زيان مكونات وغاية تلقوا ديال زرعة كتان وزرعة شايت لقوا ديال لجيل ديالهم صافي هنا من بعد كناخدهم وغادي نديرو من فوق الورق ديال اللي يعني الورق اللي كان دخلو الفرام صافي من بعد هنا غادي نسرحو شوية بدية ومن بعد غادي نعود نغطيه بورق اخر وغادي نديلي المدلك باش غادي نسرحو يكون رقيق بززاف هنا باش ممكن باش ما نرققناك يجيزون في المعدة قدير ولكن هكا رقيق وضغيك يسال ضغيك صف طيب ضغيك هي طيبية لكا نرقق صافي هنا من بعد ما سرحتو فهنا كان قطعو غير واحد شوية بحل ما كيغي باش كان تراسي انا ولي بغا يخلي حتد ديرو في الفران واشد راسو شوية عاد ونبعد تقدروا تقطعو انا قلت هكا نحاول اني نغير نرشمو واحد شوية ومن بعد انا دخلتو الفران وواسخون وفا من بعد ما طب كان عليها تشكل هادا كيجي يعني مقرماش وزوين بزرارة يعني ما فيه لا بايد ما فيه لا سميتو هادا لدقيق بياض ما فيش كثرة المكونات ومكونات كلها بسيطة وسهلة وكانت اقتصادية فكانت منتنا الاعجاب ديالكم ونكن بغا يشكرون ما متسببين ديالات القناة لمن المغرب وخرج المغرب كالعادة دائما كانت من التوفيق الجميع وكن نقول لكم السلام عليكم تالفيديو اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة